بيت بسيط بيجمع ثلاث بنات إخوات واللي كل واحدة فيهم عندها حلمها لنفسها تحققوا لكن اللي بيجمع الاتنين الكبار إن جو وإن كيان مش بس أحلامهم كمان إحساسهم بالسعادة إنهم ما بقوش زي الأول والفقر الشديد كان مرحلة في حياتهم وانتهت الأيام اللي ما كانوش حتى يقدروا يحتفلوا بأعياد ملادهم الأيام دي كمان انتهت واللي ما عاشوهوش هم اللي اتنين في طفولتهم كانوا حرصين جدا تعيشوا أختهم الزغيرة عندهم أم قاسية جدا وأنانية لدرجة إنها بتاكل الأكل اللي الإخوات اللي اتنين بيجيبوا الأختهم الزغيرة ومش كده وبس لما جمعوا فلوس لإن هي علشان تروح رحلة في المدرسة الأم اعترضت وقالت لهم أنت عمركم أروحت رحلة اشمعنا هي أخدت الفلوس منهم وكانت طمعانة فيهم جدا عايزة سافر لباباهم اللي سايبهم من سنين والمشروب ما بيفارقش إيده أبدا الأخت الوسطى قالت لها أن أختنا بتروح أحسن مدرسة فينون في البلد وده بسبب مهرتها في الرسم قدرت تاخد منحة هنا وواجبنا إحنا أن نخليها تعيش زي باقي زميلها الأم سكتت بس طبعا مش مقتنعة باللي هما بيقولوا أختهم الزغيرة إن هي هي كمان مش عايزة أخواتها اللي اتنين يضغطوا على نفسه في الشغل بالشكل ده علشانها الأم بالليل قررت تهرب وسيب بناتها التلاتة مش كده وبس كمان خدت الفلوس بتاعت الرحلة بس الحقيقة عملت ليهم الأكل اللي بيحبوه قبل ما تمشي والصبح البنات لقوا جواب منها وكانوا في حالة صدمة قالت لهم إنها عمرها مراحة رحلة ولو في حد أولى يقبى هي قالت لهم كمان أنتوا لسا العمر قدامكم طويل وتقدروا تستمتعوا في الأيام الجاية بحياتكم لكن أنا كبرت وفرصة الاستمتع في حياتي كل يوم بتقل علشان كده لو في أي حد أولى بالفلوس دي يقبى أنا مش هي الإخوات اللي اتنين مش مصدقين اللي عملتوا مامتهم وطبعا قرروا يجمعوا الفلوس تاني من شغلهم لكن أختهم انهي قالت لهم ما يعملوش كده وقدي هي بتكره تشوفهم بيضغطوا على نفسهم علشانها الأخت الكبيرة إنجو بتشتغل في شركة من أكبر الشركات في البلد لكن هي شخصية منبوزة جدا جوه المكان رغم إنها بتشتغل بقالها أربع سنين معاهم لكن محدش بيحبها من زميلها ولما طلبت صلفة من مرتبها طبعا رأستها المباشرة رفضت طلبها فورا حتى استهزقت بيها وإن الشركة مش ممكن أبدا تضيع فلوسها على حد مش موصوق فيه صديقتها العزيزة هو يونو واللي هي كمان منبوزة زيها من كل اللي حواليها ولما عرفت إنها طلبت صلفة من رأستها المباشرة قالت لها دي غلطة كبيرة جدا أنت عملتيها زمانهم دلوقتي متجمعين وبيتحكوا عليكي سألتها أنت طلبة كام ولما عرفت قالت لها إن هي هتسلفهم لها إنجو عارفة إنها فقيرة زيها هتجيب منين المبلغ ده كله وحتى مش فهمها هي ليه هتساعدها هو يونو عرفتها إنها شايلة فلوس وإنها هتساعدها لإنها الوحيدة اللي وقفت جنبها وجات لها من الشغل أيام وفات ممتها من 4 سنين إنجو لحظة وشمة على رجل صاحبتها في صورة زهرة زرقة ومعاها أرقام سألتها إيه الأرقام دي هو يونو عرفتها إن ديها تاريخ وفات ممتها الأخت الوسطى مختلفة خالص عن أختها الكبيرة وما بيهمهاش الفلوس عندها أهداف نفسها تحققها علشان كده بتشتغل مراسلة لكن رئيسها بيلاحظ إنها بتتأثر جدا بالأحداث اللي بتنقلها وعيونها بتدمع لما بتتكلم عن الحالات الإنسانية قال لها المراسل مش لازم أبدا يتأثر وخاصة إن المشاهد نفسه ما بيتأثرش قال لها كمان انت كده مش مهنية خالت البنات الثلاثة سيدة غنية جدا عكسهم خالص اتصرت بإن كيون أكتر بنت محببة لقلبها لكن البنت قالت لها انت بتتصل بي علشان تشمتي في اللي أمي عملته فينا خالتها قالت لها لو عايزة فلوس تعالي فطاري معايا بكرة إن كيون أكيد عايزة فلوس علشان أختها الزغيرة الأختين مختلفين في بعض الحاجات الكبيرة مطلقة اتجوزت من واحد ما بتحبهوش وكانت فاكرة غني اتجوزته علشان تعيش معاه مرتاحة لكن بعد فترة بسيطة عرفت ان هو نصاب ورجعت تاني على بيت أخوتها قالت لأختها ان الحل علشان نقبأ أغنية بسرعة ان أنا تجوز تاني واحد بس المرة دي يكون غني أختها شايفة ان هي غلطانة لو عايزة نقبأ معايا فلوس نشتغل أكتر علشان نقدر نصرف على نفسنا إنجو خرجت اتعشى مع صاحبتها الوحيدة هويون ورغم انها فقيرة جدا لكن ودتها المكان فخم المكان اللي ما بيروحوش غير أغنياء البلد ولما تكسرت جزمتها صاحبتها اضطت لها الجزمة بتاعتها علشان تلبسها وهم بيتكلموا سألتها صاحبتها عن أحلامها ولو معاها فلوس هتعمل بيها إيه إنجو قالت لها هشتري بيت كبير وجميل ليا والإخواتي وحملة تلاجة أكل وحنام بالليل من غير ما يكون شايلة هام الفلوس اللي حصرفها تاني يوم وهي بتتكلم معاها لحظة ان عامل اللي شغال في المكان عارفها سألتها ان تبتيجي هنا عرفتها ان في بعض الأحيان مع الموديل شين بيجوا هنا لما يكون عندهم شغل إنجو قالت لها علشان كده فيه إشاعات عليك اللي انت على علاقة بيه في الوقت ده عرفتها ان هي عتسافر كم يوم بس قدت لها أوراق للحسابات علشان تمضيها إنجو لقت الأوراق كلها باللغة الإنجليزية ورغم انها مش فاهمة اللي مكتوب لكن مضت علشان وثقى في صاحبتها وطبعا متخيلا دي أوراق شغل هو يونو طلبت منها انها تراعي الزرع الموجود في مكتبها اليومين دول على ما ترجع من الصفر في الحمام إنجو وقفتها زبونة في المطعم سألتها للجزمة اللي هي لابساها عرفت منها انها ماركة غالية جدا ودخل منها تلاتة بس للبلد علشان كده كان عندها في دول طرف مين الاتنين التانين اللي اشتروها إنجو في اللحظة دي مش مصدقة ان جزمة صاحبتها غالية كده الأخت الوسطانية إنكيونو رغم إنها ما بتحبش تروح عند خالتها لكن علشان خاطر أختها الزغيرة قررت تفطر معاها الخالة اللي أخدتها من مامتها وهي عندها 6 سنين ومن وهي طفلة علمتها البورصة وكانت البنت شطرة جدا وقدرت تضاعف الفلوس اللي شغالين فيها عشرات المرات ورغم إن الخالة بتعرض عليها ترجع تاني تشتغل معاها لكن إنكيونو رفضت خالص مش لقي نفسها في الشغل ده رغم إنها جح فيها والحقيقة إنها مشايلة خالتها زنب إنها ما درستش الحاجة اللي بتتمنيها وده بسبب إنها تروعي شركتها الخالة قالت لها حديلك الفلوس لكن بشرط واحد ترجع البيت يوم واحد في الأسبوع علشان تقريلي زي زمان وهي خارجة من بيتها قبلت جارهم جونغ هو واللي متربي معاها لما كانت طفلة عايشة عند خالتها أول ما شافها كان سعيد جدا وطلب منها يتغدى معاها إنجو بعد ما استلفت الفلوس من صاحبتها اخطاها رفضت تاخدهم منها قالت لها مش محتاجة روح الرحلة كمان مش محتاجة مساعدتكم عرفتها إنها تقدر تجيب بعد كده فلوس مصارفها ولما جريت وراها علشان توقفها لقيتها رجبة عربية فخمة جدا في الوقت ده إنجو يونغ بتتابع الانتخابات وكانت سيد بارك مرشح العمدة لكن كانت بتتفرج عليه وما حستش إنه هو صريح قالت رئيسها إنه بيتدعي التأثر بالفق في الوقت اللي هي حست فيه إن فيه حاجة غلط في المرشح بارك كانت أختها الزغيرة في بيته مع بنته زملتها في المدرسة وزوجته قدت لها ظرفي فيه فلوس إنجو كانت بترقبها وعرفت أكبر خبر أحزنها أختها الزغيرة المهوبة في الرسم باعت مجهودها لصديقتها الغنية مقابل الفلوس ومش كده وبس كمان حتسعيدها طول السنة في المشاريع بتاعتها بعد ما وعدتها ممتها إنها تديها منحة للجامعة وقفت قدامها وقالت لها إزاي تعملي كده بتبيع مجهودك قلت لها كمان انت فنانة والفنان عمره ما يبيع نفسه لكن البنت الزغيرة كان ليها رأي مختلف خالص قلت لها إنها ما بعملش حاجة غلط مجرد إنها برسم ومش مهم مين يحط اسمه على اللوحة عرفتها إنها خلاص مش محتاجة ليهم بعد كده وكل واحدة تشوف نفسها إنجو وهي في مكتب صاحبتها بتراعي الزرع زي ما طلبت منها جالها صديق صاحبتها تشوي واللي كان عارفها من هو يونغ قال لها انتي المنبوزة من الدور التلاتاشر استغربت جدا إن في حد غيرها قريب من هو يونغ وفي نفس الوقت اكتشفت إن هو المساعد الشخصي للمرشح بارك اللي حيكون عمدة إنك يونغ بدأت تدور ورا بارك واكتشفت إن فيه اختلاسات بتحصل وكل اللي شارك فيها مات منتحر كان بالنسبة لها أمر غريب جدا لكن حطته في دمخها علشان تعرف الاختلاسات دي مين اللي خدها وفي لقاء صحفي البارك وقفته سألته عن المصادفة الغريبة بمطربعة من قضية مشهورة واللي كان هو في وقت من الأوقات بيدافع عنهم بعد اللقاء الصحفي بارك سألها انتي ساكرانا؟ لأنه كان شامي مريحة المشروب منها تشوي قال لإن جون إن هو مش قادر يوصل لصحبتها طلب منها لو فيه طريقة تتواصل معيها وهي كمان حاولت تكلمها لكن تليفونها مقفول قررت رح لها بيتها الأول مرة في حياتها علشان تشوفها في الوقت ده زمايل إن كيون كلهم عرفوا إنها بتشرب مدمنة كحول وده كان سبب في وقفها عن العمل لمدة شهر إن جو وصلت على البيت صحبتها البيت الفقير جدا وهناك لقت الصدمة كبيرة لها لما لقتها منتحرة جوة دولاب وفي بيتها موجود الزهرة الزرقة وهي في العزة بتاعها لقت زمايلها كلهم اللي أصلا ما بيحبوهاش بعياتوا عليها كان بتبص عليهم متأكد أن هما بيمثلوا الحزن وفي الشغل لما لقتهم بتكلموا فعلا على صحبتها وعلى صمعتها طلعت كل فضايحهم من الملف اللي كانت سيبه لها صحبتها سبته لها وقالت لها لو ديقوك في وقت من الأوقات وجيهم بأخطاءهم هي فعلا الوحيدة اللي حزينة على صحبتها لكن صدمتها التانية لما مدير الشركة السيد شين قال لها إن صحبتك دي حرمية واختلست من الشركة سبعين مليار طلب منها إنها تساعدهم يوصلوا للفلوس دي لكن هي رفضت يتهموا صحبتها بكده وفي الوقت ده قدمت استقالتها من الشركة وبعد ما نزلت جالها تليفون من مركز تجميل قال لها إن السيدة هو يون نقلت عضويتها باسمك ولما وصلت على المركز لقيتهم من المراكز الغالية ما بقيتش فهمة إيه اللي بيحصل فتحت دولبها لقيتها سايبالها الجزمة هدية وكمان رسالة بتشكرها على الكل اللي عملته معيها وآخر الرسالة بتقول لها اشتري الشقة اللي أنت بتحلمي بيها وعيشي مع أخواتك فيها ولما فتحت الشنطة لقيت 70 مليار كانت في حالة زهول من اللي بيحصل والزهول اللي تحول لعيات في الحلقة التانية الأختين كل واحدة فيهم جواها أمها إن كيون عرفت أختها النومة وقفوها عن العمل علشان بتشرب كانت خايفة تكون زي باباها لكن إين جون قالت لها انتي مش زيه أبدا وفي اللحظة دي لقيت أن الفلوس وصلت علشان تحل كل مشاكلهم هي وأخوتها قالت لأختها ما تشيريش هم حاجة اعتمدي علي بعد كده رمت الأكل اللي ممتها عمله لهم وحطت مكانه الفلوس كلها وأول حاجة عملتها راحت تشترط حلويات كتير واللي كانت بتعتبرها أكل الناس الأغنية بعد كده راحت لمدير شين وعرفته أن هي عتساعده علشان يلاقوا الفلوس وهو بيتكلم معاها وطى جنب رجليها قال لها اشتري جزمة جديدة علشان الرجلين الحلوة دي ما تتقذاش كانت بتبص عليه مستغربة من اللي هو بيعمله وكمان تشوي هو كمان مش فاهم تصرفه جونه هو معجب بإينك يونه من أيام الطفولة بيحب دايما يكون جنبها وفي نفس الوقت تشوي بدأت إنجو تلفت نظره وخاصة لما كانه جوه بيت هو يونه وشافها قديمه تأثرة بموت صاحبتها طلبت منه يطلع علشان تدور براحتها على أي حاجة توصلها للفلوس كانت بتبص حولها في شقة صاحبتها وكل ديئة صدمة جديدة صاحبتها عندها لبس وجزم وشنط من مركات عالمية وكلها ما استخدمتهاش ويمكن تمن الواحدة يساوي ملايين افتكرت كلامها علشان ما نلفتش الانتباه لازم المحاسب يفضل هيئته فقيرة جدا عرفت من تليفونها إنها لفت العالم كله وكانت بتلبسه بتاكل أحسن حاجة لما وصل المدير شين حاولت تقنعه إنها جمعت فلوس كل الحاجات اللي اشترتها وإن الحاجات الموجودة حواليهم دي كلها يساوي المبلغ اللي هي اختلسته قالت له ممكن تاخد الحاجات دي كلها واتدخلها كعودة للشركة قالها إن هو يون شايلة 70 مليار في حتة وأنا لازم أعرف هم فين علشان تخلص منه اضطرت تعرفه إن ليه حساب تاني وممكن يكونوا فيه الفلوس قرب منها وقال لها يخبيه بصلها وببوساطة جدا عرف مقاس رجليها قالها إن الكعب العالي بيناسبك جدا قالها هبعتلي الجزمة مفتوحة من وراء علشان يبين كعب رجليكي عرفها إن هو دايما كان معجب بيها وبلبسها الفقير وقد إن الشركة محتاجة حد مخلص زيها برجلين حلوة لكن في لحظة فقم اللي هو فيه لما شاف الزهرة الزرقاء قالها وهو في حالة فزع من اللي جاب دي هنا ومن إمتى حتى ما انتظرش ترد عليه من توطره وخرج بسرعة من البيت في الوقت ده إن كيون أخدت معايد من أخه واحد من الأربعة اللي انتحره لكن اتفاجئت وهي منتظره إنه هو تعرض لحادث مدبر وكان الشيء الغريب إنهم لقوا جنب جسته ظهر الزرقاء إن جو عايدة تعرف مين اللي اشترك جزمة وده هدية لصحبتها وفي المحل عرفت إنه هو المدير شين في اللحظة دي تأكدت إن صحبتها ما انتحرتش وإن هي تقتلت وخاصة بعد ما تأكدت إنها غنية ومعها فلوس قالت مين حينتحر وهو مع الفلوس دي كلها وعدت صحبتها إنها تعرف مين اللي قتلها ولما راحت على بيتها اكتشفت إن كل الكاميرات كانت متعطلة يوم ما ماتت حتى كاميرت العربية كل التسجيلات اللي فيها تسرقت وهي مع تشوي اكتشفوا إنه هو يون بلغت قبل ما تموت عن شين والتجاوزات اللي كان بيعملها اختها إن كيون كمان مش سكتة عرفت إن المرشح بارك كل الأخطاء اللي حصلت في الشركة نسبها لأبو زوجته واللي في غيبوبة من كام شهر وطبعا قال إنه هو بيعتذر عن أخطاء حماية واللي ملوش داخلي فيها إن جو قالت لغتها عن صحبتها اللي انتحرت بس طبعا ما جبت لها شيرة عن الفلوس اللي سابتها لها وهي في البيت جت لها دي جزمة جديدة لونها أحمر افتكرت إن دي نفس اللون اللي كانت لابسها صحبتها لما ماتت وفي اللحظة دي حست إن دا تهديد بقتلها هي كمان هيورين بنت بار كسبت جايزة أحسن لوحة في المدرسة كانت إن هي بتراقب صحبتها ويبت استلم الجايزة وإن كيون شافتها هي كمان افتكرت إن دي اللوحة اللي اختها كانت بترسمها في نفس الليلة إنجو ورحت لشين واتهمته إن هو اللي قتل صحبتها لكن هو قال لها ما قتلتهاش قال لها كمان الموضوع دا أخطر مني ومنك وفي ناس كبيرة معروفة الناس دي عندها سلطة في البلد ولا إنتي ولا أنا هنقدر عليهم عرفه إن هو هيروح للمداري العام يقول كل اللي عنده علشان يحمي نفسه قال لها هتحمل مسئولية اختلاص وغسيل أموال وصار في غير قانوني للعملة قال لها هتحمل كل المسئولية للأخطاء دي لكن غير كده أنا مليش علاقة بجرائم القتل اللي حصلت ركب عربيته لكن فجأة لقى مفيش تحكم في الفرامل ومقدرش يسيطر على سرعة العربية وفي حالة صدمة لقى الزهرة زرقة موجودة جوه العربية اتفزع جدا وخبط في الصور وقع من فوق نزلت وراء إنجو وكانت في حالة صدمة وهي بتلمسه وهو بيموت قدامها في الحلقات الجاية حنشوف الإخوات التلاتة كل واحدة حتحقق حلمها إزاي الأخت الكبيرة حتحتفظ بالفلوس وتحاول تقنع أخواتها إنهم يعيشوا معاها الأخت الوسطة اللي نفلوس أصلا ما تفرقش معاها هتعمل إيه علشان تكشف الجرائم اللي حواليها والأخت الزغيرة إزاي هتبعد عن إخوتها وتنفصل عنهم خالص وهتدخل في وسط عيلة جديدة الإخوات التلاتة اللي حيتواجدوا وسط أكبر عيلة عندها نفوز في البلد وإزاي العيلة دي هتأثر عليهم وعلى مستقبلهم